الأستاذ يحيا فؤاد سكيا يحيا زينة ده والله يليك وعشة يحيا حلو المقدمة يعني أنا ده عاية مفسوط أنا الأول عايز أبريك لك على الجواز ربنا أعزك يا رب وعايزكم بقى بصرف النظر قبل ما نبدأ كلامة أي حاجة أنا عايزكم تتبقوا يحيا علشان تخشوا تشوفوا الرفرنس يعني الرفرنس بتاع العيلة اللي شكلها يصرك وفيش أي محتوى كوميدي يقول في أي حاجة بس الرجل بيقول لك إزاي تتعامل مع عيالك وإزاي يفاهمك فرق الثقافات والحاجات دي كلها نورني وشرفني يا يحيا قل لي الجاب الكبيرة ما بين مراهقات التسعي نات ومراهقات الألف نات إيه الجاب الوسعة دي وإيه اللي حصل طيب إلا أولا أنا بشكرك ومبروك على البرنامج قد إيه يعني أنت حد مكتهد وبحب جدا اكتهادك ربنا يكلمك ومبسوط جدا على الموضوع ده لإذن إحنا دايما بننتقد البنات دي ودايما بنبقى بنشاور عليهم لكن البنات دي مش لقي قدوة البنات اللي انتي بتشوفيها اللي انتي بتديت تشاور عليها والمجتمع بتدي يشاور عليها تعالي نرجع للأساس طيب لما ولدتك كانت بتعمل اللي انتي قلت عليه وغيرها من أمهات كتير جدا كانت بتربي كانت البنت بتبص لها ان دي القدوة بتاعتها القدوة دي مش مهزوزة القدوة دي مدعومة من أب شايف بيته وشايف حياته كويس حسن بس يعني أنا متدايق جدا أو يعني مستقل ان احنا بتدينا نشاور علي الضحايا البنات دي ضحاية أسره احنا متدايقين من النتيجة صح كده؟ بزبط حضرتك انتي عملت كيكة انتي عمالة تشاوري علي الكيكة وهي بايزة لكن انتي نسيتي ان انتي المكونات اللي انتي حطاها في الكيكة هالي تلات بوزطها كده زي ايه؟ يعني برضو في حاجات كتير ممكن لأم والأب يكونوا بيعملوها بشكل يومي حرفيا بتبوز الدنيا هما مش مدركين طيب أولا بصي بصي يا نادا انتي قلت كذا حاجة محتاجة ايه؟ محتاجة نوعد تلات اربعة تيام هوا نوعد بتتكلم فيها بس انا عايز اقولك جزء كده أجزاء طيب انا خلينا نبدأ بالحياة شوي عشان ده اللي بقى يخدين على التيك توك وفي الشارع واللفس الفج جدا ده جاي العيال قصة اتعلقت بدا ازاي؟ واحدة واحدة كده خلينا نبدأ من الأساس أب بيحترم أم فالعيلة كلها تحترم الأم واحد عشان بس أب بيهين من الأم وبيقل منها الحدش بيحترمها في البيت عشان بس نبقى واضحين يعني البداية أب بيعامل أم ازاي؟ لو هم شايفين ان الأم دي بتتعامل باحترام وبتتعامل بأدب وبتعامل بحب مهما كنت أنا بنا آدم عايز وشخصيتي عايز أفرضها هرجع للأم ده بص راسي في الأرض بدليل إن النهاردة في حياتنا ناس يعني في الدولة ناس كبيرة جدا بس يجوا عند أمهم راسهم في الأرض طبع ليه؟ شايفوا أب بيحترم أم مهما